هنعمل مع بعض تاني طبق أنه هنعمل التشيكين سالد دي برضو ممكن ناخدها معنا على البحر نعملها ساندوشات ممكن نعملها غدا ممكن لو رايحة شغل ومستعجلة أحضرها وحطها في التلاجة في علبة وتبقى جاهزة معي أنه نحطها في العيش وأخدها معي وبردو المقادير بتجهزيها يعني هكذا السلطة برضو الوحديها لأ دي ممكن برضو مع الصوص أي حاجة بتخزن في التلاجة عاملينها النهاردة الصوص منه فيه نحطها في التلاجة بالضبط دي بجي ننقلها في آيس بوكس طبعا أنت بتعملي جاهزة من بدري من قبل ما تسافري كميات من البروتين المساويات بالضبط فيها حاجات وأنا بتفضلي التسوية هنا لا أنا لو غدا فراخ أو لحمة بفضل أن أنا بقى متبلة وسوي الحاجة متاخدش عشر دقيق من صوص الباستا بالضبط صوص الباستا يبقى برضو جاهز في كياس في الفريزة أطلعه ونزل المكارونا وخلاص حلو ده نعمل كده الطبق التاني ده كان أشلت عجل تسافري بين القاهرة أو أي محافظة تيجي تسافري محتاجة 3-4 ساعات صحيح فأنا ما كانتش في آيس بوكس وركبت أنت الصلاة ده بوز طبعا طبعا تمام سلطة اسمعي إيه سلطة دي الـ chicken salad سلطة الفراخ بس هي ما بتبقاش سلطة اللي هي زي السلطة العادية بتبقى يا بتتصمى كده بس بتتحط في صندوتي فلنج حشو عبارة عن إيه فراخ مسلوقة ومتقطعة أنا بحب قوي يستغل الفراخ اللي بتبقى متبقية بايتة باش عارفين عمديها إيه بالزبط ففراخ مسلوقة تاني أي أنواع خضار عندي عندي ما أقفش على حية بعين بالزبط فلفل أخضر دورة عندي هنا مخل الخيار وبصل أخضر والسوس إحنا مستخدمين مايونيز برضو ممكن نبدله بزبادي يكون أخاف وكاتشاب وهوت سوس وشوية بابريكا بس كده خلو جدا وهنا إحنا مجهزين توست آه يعني هتعملي فيلنج في التوست ولا فيينة ولا إيه أي هو فيلنج شغل أي حاجة عايز أحطه في توست عايز أحطه في عيش أنا أحضر الصلطة جاهزة آه الفلنج ده جاهز ورب دقع أحشي ألمينيت حسب الرغبة آه صحيت مستعجلة أخذ الحشوة أحطها في صندوش أخذها معي بس عالغدا أكله لهم صلطة عالعشة اللي بقى عملوا صندوش بس ضبط وراح دميل خلاص كده بس كده وهم انبسطوا وإنت يستريح بس ضبط ويوسف يفرح طبعا آه قبضاء نشتغل في الرسابي أوكي بقى نحط أول حاجة الفراغ المسلوخ الفراغ وأي نوع من الخضار وأي نوع من الخضار عندي أنا بحبه أولا دي بحبه ودورة حلوة كمبوت الدورة حلوة اللي هي اللوجن اللي هي شوجن 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 الرد بقولك سعادة الرد صح لازم اغسلها كويس عشان المادة الحافظة اللي فيها آه يفضل تتغسل اغسلها آه آخر حاجة إيه اللي حططيها دي ده خيار مخل خيار صغير ممكن نشيله لو هي لأولاد عشان قامة يعني بس المزازة بتاعتك أنا بحيبه بجد بصراحة آه ده حقيقة كل الأولية أنا بكتبتلوب الزيادة كنت بتطلوب الزيادة عايزة الزيادة خيار مخل أزواء بقى زبادي يونانية أو الزبادي مصري أو ميونيز آه بزرحة أو 50 في الماء 50 في الماء الزبادي العادي يفضل كمان يعني عشان يبقى قوامه كريمي شوية أسيبه يصفي الماء اللي فيه في الشاشة بتحكب شاشة الأطفال بيحبوه بيبقى عمل زي الصوس بتاع البرجر بتزبط كده هنا حطينا شطة آه لا بابريكا بابريكا اللون عشان اللون تأكيد اللي اللون الله يا مزاجة نا حال بسان ده تشحلوا فعلا أطفال يحبوه جدا دي ممكن تعمل برضو بلحمة مفرومة مع الصوس ده عصارية تدي طعم آه تدي طعم البرجر شوية أو لحمة برضا فده دي حشو طبعا البروتين لا الجبنة ما كان البروتين صعب آه آه ما أعتقدش جبنة ما كان البروتين تنفع آه غير لو هي مش واجبة أساسية لو هاخدها بس معايا كده سناكة آه كسناك بالضبط مش واجبة أساسية وجبة الغداء الأساسية أيها فممكن أنا لو أنا أطلع على البحر أخد الصوس ده الواحده والمكونات الأخرى الواحدها لا أدينا يعني زي ولا مكسهم مع بعض لأ أمكسهم مع بعض علشان الحجة تقعد كده مع بعضها وكله يبقى الطعم في بعضه وجهز من بالليل الجولة أو من الصبر على حسب وقت